موسيقى هل تقيم خارج سوريا وتفكر في زيارتها؟ هل شدك الحنين لرؤية ماذا حل بالبلاد؟ وهل تعرف أن قرارك وعدمه سواء في حال لم يتيسر لك تاجر فيش لعيب ينظر في أمرك على أجهزة الحكومة إن كنت مطلوبا لها أم لا؟ موسيقى موقع تلفزيون سوريا يفتح ملف تجارة الفيش في مناطق سيطرة النظام ويتتبع خطوط البحث عن الأسماء وطريقتها والسماسر المشتغلين بها والفروع الأمنية التي حولت حواسيبها إلى خدمة معروضة سرا يحصل عليها من يدفع أكثر موسيقى خط الرحلة يبدأ من هنا تبدأ رحلة المغتربي أو المهجري بالبحث أولا عن موظف حكومي يفضل أن يكون أمنيا أو مقربا من الأجهزة الأمنية ولديه القدرة على الدخول في المعترك باتفاق مسبق مع قادة أجهزة المخابرات ولقاء خدمة أن يرى إن كنت مطلوبا أم لا تدفع أموال تختلف بين جهة وأخرى فالسعر يحدده مستوى الفيش والنافذة التي يبحث عنها فهناك فيش وزارة الدفاع التابعة للنظام والهدف منه معرفة إن كان الشخص مطلوبا للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو عليه قضية ما في وزارة الدفاع لكن هذا الفيش وحده لا يكفي وهناك فيش يدعى بالرباعي وهو بحث يشمل ملف الشخص في أربع شعب مخابرات العسكرية والجوية والمخابرات العامة والسياسية وبهذا الفيش يضمن الشخص أنه غير مطلوب أمنيا أو جنائيا لأنه يشمل قضايا خدمة العالم ووزارة الداخلية أما الفيش الأكثر طلبا والأغلى سعرا فهو فيش الهجرة والجوازات لأنه الأشمل على الإطلاق لأنه يتضمن جميع القضايا بالإضافة إلى تلك المتعلقة بخارج الحدود مع ذلك لا يعد الفيش كافيا وآمنا لأن السمسارة لن يقدم لك أي ضمان بعدم الاعتقال أو الملاحقة التسوية لا تعفي من زيارة الفروع يضيء تقرير تلفزيون سوريا على جوانب أخرى للزيارات وهو الطريق المؤدي إلى السفارة أو القنصلية السورية في بلد إقامتك من أجل إنجاز ما بات يسمى بتسوية الوضع خاصة إن غادر من منافذ لا يسيطر عليها النظام لكن تقديم هذه الطلبات أو حتى معالجتها في الخارج قبل الوصول إلى البلاد لم يعفي كثيرين من اعتقالهم أو طلب مراجعتهم للفروع الأمنية رغم تسوية أوضاعهم وهو ما أكده أحد دبلوماسيين نظام قبل أن تؤكده التقارير الحقوقية المحلية والدولية بأن أجهزة الأسد اعتقلت عشرات العائدين بينهم من خضع للتسويات أو المصالحة بين قوسين مدن كاملة بحاجة إلى كف بحث ينظم ملف التسوية أو ورقة التسوية طباط أمنيون وليس للقضاء أي سلطة أو وصول لعملية التسوية ودوائر القضاء ليست ملزمة بها كذلك لعدم وجود أي نص صريح بشأنها في الدستور السوري والعكس بالعكس أيضا فإن الأجهزة الأمنية لم تفرج عن عشرات آلاف المعتقلين رغم تبرئاتهم من قبل القضاء ورغم صدور مراسيم عفو غزيرة خلبية من قبل بشار الأسد إلا أن المعنى الأوسع للغدر بالتسويات والتفيش سيكون أكثر وضوحا في حالة دارية والمعظمية ومخيم اليرموك وزاكيا ومدن الغوطة الشرقية ودرعة وحلب الشرقية أيضا وهي مناطق خضعت للتسويات ووعدت بكف البحث عنها قضائيا وأمنيا إلا أن النظام لم يسمح لسكانها بالعودة إليها بل جعل العودة فخا يسقط فيه من يصدق الحكاية ويذهب بقدميه إلى مقر حكومي للمشاركة في حفلات التسويات ليجد نفسه مكبلا من أعلى إلى أسفل مقادا نحو فرع أمني حوله القائمون عليه إلى مركز تجاري للتربح والابتزاز تزامنا مع وظيفته الأخرى الإخفاء القصري والقتل